بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مناوئ له في حكمه ولا منازع له في سلطانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوا على من بدت فينا بشائره الهاشمي الذي طابت عناصره إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه وسلم متسليما اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى من سار على نهجه وقت فأثره إلى يوم الدين اللهم أمين مرحبا بالمشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة دين الإسلام دين يمتلك حيوية وزاتية في الانتشار وفي إقناع الناس وهذه خاصية يختص بها دين الإسلام عن غيره من الأديان دين كتب الله تبارك وتعالى له الخلود لا تتخيل أن هناك دين يهزم أتباعه ثم بعد ذلك يأتي المنتصر فيدخل في دين المهزومين التتار أبادوا أمة الإسلام أهلاكوا الحرثة والنسل اجتاحوا معظم بلاد المسلمين ثم بعد ذلك دخلوا في دين الإسلام العالم الغربي يخاف جدا من هذه الخاصية خاصية الانتشار دين الإسلام ينتقل من صدر إلى صدر كما قالوا ولا يدخل القبر دين لا يموت أبدا قد يمرض لكنه لا يموت وألفوا الكتب وكتبوا عن الإسلام أنه العملاق أو المارد النائم إذا استيقظ ابتلعنا ويا أسفي يعني هم لا يفهمون إذا استيقظ الإسلام فإنه لن يبتلعهم بل بالعكس هينتشلهم مما هم فيه من ضعف ومن تردي في الأخلاق والعالم فيه وسحيقه ولن ينتشله إلا الإسلام والكتاب الرائع اللي ألفه الأستاذ أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين بيصف مشهد كبير من هذا المشهد ولذلك رئيس وزير خارجية أمريكا كاسينجر قال لما نحن بيجن أنا سلمتك أمة نائمة إياك أن تستيقظ فإذا استيقظت هذه الأمة فإنه لا وجود لنا ولا مكان لنا تعالوا كده قصة اليوم بتحكي هذا الأمر موضوع الثقة في نصر الله أن تسق في أن الله تبارك وتعالى سينصر هذا الدين لا محال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة من المعاناة والاضطهاد والتعزيب والتنكيل والتضييق وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستخفي لا يملك من أمر نفسه شيء ورصدت قريش جائزة ضخمة مقدرها مئة من الإبل لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا وطاف جميع الناس يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله كما يعلم الجميع سلك مسارا مختلفا طريق آخر حتى يعمي على القوم ولا يصل إليه أحد وصادف إن أحد الناس كان قادما من الطريق فدخل على نادي من أندية قريش وكان جالس في هذا المجلس سراقة ابن مالك فقال لقد رأيت سلاسة يسيرون في هذا الطريق ما أحسابهم إلا محمد وأصحابه فسراقة ابن مالك فهم أن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاول يعني يعمي على الجالسين حاول أنه يضل للناس فقال لهم لا إنما هم بنوا فلان خرجوا بعيني يعني الناس دي كانت عندي وأنا أعرف أنهم فلان وفلان وفلان وحاول يضل للناس وجلس قليلا في المجلس ثم خرج وقال لعبده أن يخرج له فرسه وسلاحه وبدأ يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل سراقة يسير بفرسه حتى سمع تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقترب منه جدا ولما وضع سهمه في قوسه غاست أقدام فرسه في الرمال ووقع سيدنا سراقة مرة واثنين وثلاثة يتكرر المشهد حتى أنه بدأ يستعين بالأزلام عندهم في الجاهلية شيء يسمى الأزلام بيضربوا بعض الأقداح يتفائلوا بها فالأزلام تشير له ألا يتكمل الطريق وهو يعصيها ويكمل الجايزة كبيرة وعايز يخدها حتى علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع بعض الرواية تذكر أنه خرجت سحابة غطت على عينه لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد يعني لكم الأمان لا يمسكم النسوء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهدوء شديد يعني سيدنا أبو بكر كان مضطرب جدا لكن رسول الله بهدوء شديد يقف ويقول له أقبل يا سراقة وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا سراقة إنك لن تمسنا وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرة ذات يوم يعني ارجع عنا ولا تخبر القوم عنا وأنا أعدك بسواري كسرة فسرقة تعجب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم كسرة بن هرمز يعني كسرة بن هرمز اللي احنا بنسمع عنه ده ملك فارس ولا أنت أصدق كسرتين في كسرتين احنا ما نعرفوش فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم كسرة بن هرمز فسرقة كان واثقا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه طلب منه أن يكتب له كتاب قال يا محمد أتكتب لي كتابا بهذا احنا أحيانا بنحدث بعض المسلمين بهذا النصر القادم للأمة ولا يسقون كما وثق سرقة وهذا يحزننا سرقة المشرك وثق في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه كتابا مكتوبا حتى يأخذ السور المسلمين الآن أحيانا تكلمهم بهذه الآيات وبهذه الأحاديث وبهذه الوعود وتجد أن يقنهم في هذا مهزوز أو ضعيف كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كان لا يكتب أملى كتابا يقضي بأن يملك سواري كسرة سرقة بن مالك حين يأتي إلى المسلمين وكتب له هذا الكتاب وأعطاه إياه ورجع سرقة يصد الناس عن الطريق ويقول ارجعوا فقد كفيتكم هذا الطريق وهو يعني كان سببا في أن لا يدخل أحد هذا الطريق ونجى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع ما الذي حدث بعد ذلك مع سرقة هذا ما سنعرفه بعد فاصل قصير فاصل قصير ونعود إليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وقفنا عند سرقة ابن مالك وأخذه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي حدث بعد ذلك دارت الأيام دورتها كرت السن والأيام والشهور والأعوام وأتى عمر بن الخطاب أميرا للمؤمنين وفي عهده قم يمضي من الزمان إلا وقت يسير 18 سنة تقريبا ثم بعد ذلك كان سرقة ابن مالك هذا نفسه في الجيش الذي فتح مداء فارس وكان المسلمين مستبشرين جدا بوجود سرقة في هذا الجيش لأن معهم وعد بأن يحصلوا على شيء داخل هذا القصر فكان هذا استبشارا وتبشيرا لهم بأن يفتحوا هذه المدائن وكان سرقة مع هذا الجيش وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص يمر عليه ويربط على كتفي ويقول له اقترب السوار يا سرقة ثم فتح الله تبارك وتعالى عليهم مدائن فارس وجمعت كل كنوز كسرى وذهب بها إلى أمير المؤمنين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضعت هذه المجوهرات وهذه الحلية أمام عمر بن الخطاب بكى وقال اللهم إنك منعت هذه الأموال رسول الله وكان أحب إليك مني ومنعت هذه الأموال أبو بكر الصديق وكان أحب إليك مني اللهم لا تفتني بهذا المال ولما وقف على الدهب والكنوز التي جاءت جعل يقلب فيها ويقول إن قوما أدوا هذا لأمناء الناس اللي جابت هذا المال كله ولم تخبئ منه شيء حقا أمناء فقالوا له يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ثم يحصل المشهد اللي بيحقق وعد النبي الله صلى الله عليه وسلم وبيدين ثقة في نصر الله تبارك وتعالى نادى عمر بن الخطاب أين سراقة بن مالك فين سراقة بن مالك فقال ها أنا ذا يا أمير المؤمنين وجاء إليه فألبسه تاج كسرى ومنطقته وسواريه وقال سبحان الله الله أكبر الحمد لله الذي نزعهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج وطلب منه أن يركب فرس ويطاف به المدينة كلها وطاف سراقة وهو يردد كلمة عمر بن الخطاب وهو يطوف في كل المدينة بيلف في المدينة كلها وينادي ويقول كلمة عمر بن الخطاب الله أكبر الحمد لله الذي نزعهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج كانت هذه هي سقة سراقة في نصر الله تبارك وتعالى وفي وعوده طيب ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم ألنا في الحديث وعدا كهذا ألنا إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها يعني ربنا سبحانه وتعالى سيمكن هذه الأمة كل الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم يعيدنا بأننا سنبلغ كل الأرض بشرنا بفتح القسطنطينية وقد فتحت ونحن الآن نتحدث منها وبشرنا بفتح روما ولم تفتح بعد فمن سيفتحها ومن عنده الثقة واليقين في أنها ستفتح شيء أخير نختم به يعينك على الثقة في نصر الله إنك تدرك حقيقة المعركة حقيقة المعركة ليست بين جش قوي وجش ضعيف حقيقة المعركة هي بين الحق والله تبارك وتعالى في هذا الصف وبين الباطل والشيطان يقود هذا الصف يعني الحقيقة بين الله وجنده وبين الشيطان وحزبه لما تتصور المعركة بهذا الشكل أنا ممكن أسألك مين سينتصر ستكون الإجابة حتما أن الله وجنده سينتصرون ولذلك السيدة عائشة كانت تقول ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله اللي لأي ربنا مستحيل يفقد أي شيء وكانت تقول من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب والهاد الذي لا يضل وآيات القرآن الكريم بتبين هذا كثيراً ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا ويمكرون ويمكر الله ربنا سبحانه وتعالى بيمكر كما يمكر أهل الباطل مش وتمكرون أيها المسلمون إنهم يكيدون كيداً مش وتكيدون كيداً إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً ولذلك شهيد الإسلام سيد قض يقول هكذا في تفسير هذه الآية هكذا تبدو المعركة الحقيقية بين قوة الله وبين هؤلاء المهازيل الضعف لهم أهل الباطل لما تتصور المعركة بهذه الصورة ستبدو لك حقيقتها وسيبدو أن دين الإسلام سينتصر وسيكون عندك ثقة في نصر الله اللهم انصر أمتنا وارفع في العالمين لواءنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم أشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة